موسيقى مشاهدي بيت للكل أهلا بحضراتكم مرة ثانية خلونا ونحن نتحدث عن القضية الفلسطينية ونتحدث عن الأوضاع وما يحدث في قطاع غزة لابدنا أن نتوقف عند شريحة مهمة جدا في هذه الأثناء وهي شريحة الشباب الشباب وأيضا الأطفال اللي هم في عمر ما بين طفل وما بين شاب الحقيقة وجدنا الكثير من التضامن من هؤلاء الشباب يبدو أن هذه المرة الأولى أن تدخل الحروب نطاق السوشيال ميديا فالسوشيال ميديا كمان كانت سببا بأنه ينتبه الشباب وأنه الشباب يبدأ يشارك من خلالها ويعرض رأيه ويعمل فيديوهات ويشير أحداث لم يكن يعرف الشباب جرائم الحرب التي كانت تحدث في الماضي القضايا الفلسطينية لأكثر من 75 عام كلنا نعرف أنها مر عليها أجيال مختلفة يمكن الموقف في مصر كمان كان مختلف لأن هذه القضية هي ملف وطني من ملفات القضايا الوطنية المصرية اسمحوا لي في استوديو القاهرة أرحب معي الأستاذ شادي محسن باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مساء الخير أستاذ شادي يعني عايزة أعرف من حضرتك يعني نحن الآن أمام يعني يمكن دي المرة الأولى أن السوشيال ميديا تبقى مواكبة للحروب ويبقى بالتالي كمان الشباب الصغير قادر يشوف حاجات كتير مختلفة كيف ترى دور الشباب خاصة الصغار في السن في هذا الموضوع طيب بداية طبعا شريحة الشباب أصبحوا كتلة حرجة كريتيكا الماس والمفهوم ده مفهوم مهم جدا في صناعة الاستراتيجيات والسياسات لدى الحكومات والدول أول حاجة لازم تركز عليها الدولة هي إيه كتلة الحرجة في مجتمعاتها فالكتلة الحرجة ممكن تكون رجال أعمال ممكن تكون رجال دين زي إيران مثلا بعد 79 ممكن يبقى الشباب هي دي بقى النقطة الفارقة أن المجتمع العربي مجتمع شاب وكانت دايما الدول بتركز على منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية بالتحديد أنها إزاي تأثر في الشباب سواء بالسلبة أو بالإيجاب خدمة لأجندتها يعني أو خدمة لسياستها فطبعا ضروري الانتباه لما يفكر فيه الشباب لما يحلم به الشباب لما يعمل به الشباب السوشال ميديا أداة إعلامية غير تقليدية شبابية مهمة جدا لأنها بتحاول أن هي توجد لنفسها حضور بعدة أدوات سواء رقمي أو تلفزيوني أو خلافه يعني تحل محل الإعلام التقليدي هل السوشال ميديا قدمت دور قوي جدا جدا سواء في المنطقة العربية أو حتى في المجتمع الدولي وبالتحديد المنطقة الأوروبية والأمريكية الإعلام التقليدي في القرى الأوروبية والقرى الأمريكية كان بيحاول يصرف انتباه شبابه إلى أن إسرائيل هي اللي على حق وأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع ما بين العدو الفلسطيني والصديق أو الحليف الإسرائيلي اليهودي فطبعا السوشال ميديا غيرت هذه المفارقة تماما وبدأت أنها توجه مجتمعاتها أنه اللي بيحصل ده غلط وبالتالي احنا شاهدنا الشارع الغربي والشارع الأمريكي مختلف تماما عن الأنظمة يعني الشارع كنسوته أعلى وكنسوته مع الإنسانية ومع الحق الفلسطيني هو ده بالضبط اللي أنا عايزة أوصله أن أهم أسباب تغير الموقف الشعبي في أوروبا وفي الولايات المتحدة هو كان السوشال ميديا، التيك توك اللي بيشوفوه، اليوتيوب، الفيسبوك، تويتر وما يخلفوا فهما دول اللي بدأوا يشكلوا وعي سياسي حتى لو كان لحظي في وقتها أنه اللي بيحصل في غزة ده غلط اللي بيحصل في غزة ده مش عدوه فلسطيني وصديق إسرائيلي لا ده فيه وحش غاشم إسرائيلي بيحاول يبيد شعب عن بكرة أبيه يعني وبيحاول يستهدف الشباب والأطفال علشان الشعب الفلسطيني لا يجد لنفسه وجود حسن أحظ أن التضييقات الأوروبية والأمريكية على شركات السوشال ميديا للمؤيدة للقضية الفلسطينية جابت أثر عكسي عليهم هم وبدأت أكتر ناس تنتبه مرة تانية أنه التضييق ده بيحصل ليه يبقى أكيد هنا هوت إحنا قدام عملية تضليل والشاب بشكل عام الشاب سن الشباب فلسفته أيمى على الخروج عن المألوف والتحدي والمغمرة الله إنا وراء حضرت يكون مغمرة وخلافه فأول ما بيحس أن في عملية تضييق بتحصل عليه فورا بيستدعي فلسفته الشابة وروحه الشابة في المطاية المرضان يعني أنا فاكرة كتير من البوستات الناس كانت بتنبه بعض أنه بدل ما تكتب هاشتاج فلسطين ممكن تقسم الحروف علشان ما تبقاش برضو مؤثرة يعني التحايل علشان توصل الرسالة طيب خليني برضو أرجع مع حضرتك يعني بالزمن قليلا يعني مش كتير ونروح لو حضرتك تتذكر يعني طبعا وقت يعني الشيخ جراح وما حصل في هذه الانتفاضة والمشكلة كان وقتها ينظرون إلى أن الشباب الفلسطيني ربما بالذات الشباب الصغير بنتكلم على أعمار ما بين 14 و15 و16 اللي هم كانوا الشعلة اللي كانت موجودة في الشيخ جراح كانوا ينظرون بأن الشباب ده ربما ناس القضية وربما لم يعد ينتبه وربما لم يعد بهذا الحماس ولكن الشيخ جراح أيضا وهذه الموقعة يعني أعطت درسا بأن القضية مستمرة وأن الشباب أيضا يكمل المسيرة بأجيال مختلفة هل دي كمان كانت كشفة وهي من سنوات قليلة الأسرائيليين أحد أهم أبعاد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الرهان الديمغرافي يليه الرهان الوعي يعني بعبارات أبسط أن الإسرائيليين بيرهنوا على أنهم يأثروا على ديمغرافية الفلسطينيين وبيرهنوا على أنهم ما يقدروا يأثروا على وعي الفلسطينيين اكتشفوا العكس اكتشفوا أن فيه صمود غير طبيعي وفيه مقاومة غير مفهومة فقالوا خلاص إحنا قدام شفرة قدام سر محتاجين نفك الشفرة دي محتاجين نفك السر ده فقال لك قد يبدو أو لا ربما يعني أن السر ده سر اقتصادي أن هؤلاء المقاومين اكتسبوا مقاومتهم علشان طبقتهم من الاجتماعية محدودة فقالوا خلاص ووفر لهم اقتصاد وعملوا حاجة اسمها السلام الاقتصادي ووفروا لهم فرص عمل زي اللي كانوا بتتوفر لأهل غزة وكان بيدوهم 15 ألف تصريح عمل سنوي تعالوا اكسبوا اكسبوا دولارات كمان مش جيني فلسطيني ولا شيك الإسرائيلي قال لك مش نافع المسألة دي اكتشفوا أنها بتجيب أثر عكسي والعمال الفلسطينيين تحولوا إلى عملاء وطنيين فلسطينيين لصالح قضيتهم ضد الإسرائيليين وكشف أسرارهم قال لك طب خلاص ربما يكون السر سر اجتماعي أنهم علشان محطوطين في أماكن محدودة وزي الجتوات اللي كان اليهود عايشين فيها زمان فبيرددوا منهم من بعض قصص البطولة وقصص النكبة وقصص الأضياء فقال لك خلاص فككهم طلعهم من المجتمعات بتاعتهم وخليهم يتشتتوا في أماكن أخرى عشان كده بيحصل التهجير القصر اللي احنا شايفينه طيب خلينا نروح للجانب المصري الحقيقة مصر لها دور تاريخي كبير مع القضايا الفلسطينية أنا واحدة من الناس تربينا في مدرسنا وفي جامعتنا على هذه القضايا الفلسطينية كنت كده منذ أيام حتى أتابع بعض الأعمال لقيت أن هي ليست فقط كانت المناهج أو المواطن المصري ولكن أيضا الدراما المصرية والسينما المصرية والأغاني كلها كانت متضامنة طول الوقت طول هذا الصراع مع فلسطين فزي ما بنقول القضايا الفلسطينية هي ملف مهم جدا موجود ضمن الملفات الوطنية المصرية شفت إزاي دور مصر من يوم 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة والقضايا الفلسطينية مصر بازل مجهود كبير جدا سواء على المعبر لإدخال المساعدات والتأكد بأن المساعدات تصل إلى أهلين في قطاع غزة وأيضا الجانب السياسي من حيث أيضا المجهود الكبير بتلبزيل والقيادة ورئيس عبد الفتاح السيسي حتى يتوقف إطلاق النار أو نصل إلى هدنات تعطينا بعض الوقت لأن يتنفس هذا القطاع سؤال محتاج كتابي للرد عليه لأن الدور اللي مصر قدمته من أول يوم 7 أكتوبر أو 6 أكتوبر 23 لحد النهاردة أنا بشوف أنه مختلف عن أي دور مصر قدمته لعدة أسباب واحد أنه لأول مرة تتعامل غرفة أزمات في العاصمة الإدارية الجديدة يعني العاصمة الإدارية الجديدة طبعا عارف أنه ده بالصياق ولا وقته للحديث عليه لكن تعرضت لبعض من الشائعات وتعرضت لبعض من المضايقات التوعوية يعني كده السيد الرئيس تابع 7 أكتوبر من داخل غرفة الأزمات بالضبط كده هي دي أن الأكتاجون داخل الأكتاجون حصل تم تتشين غرفة اسمها غرفة الأزمات الرئيس تابع من خلالها كل ما يحدث من عاشية 7 أكتوبر 6 أكتوبر عفوا حتى 7 أكتوبر 20-23 غرفة الأزمات هي اللي نظمت الدور المصري التاني سبب ليه أنا بقول أنه مختلف أنه لأول مرة تدار ست مستويات لصيقة متوازية مش متتابعة للدور المصري المقدم من أول الدور السياسي والإداري طبعا أننا دشنا غرفة أزمات لإدارة المشهد ثم سياسي عن طريق تقديم بعض المبادرات والاتصالات الدبلوماسية فيه بعد منها حصل دور دبلوماسي قوي جدا عن طريق زيارات أو أننا نستقبل وفود من المنطقة العربية يعني أنا فاكر يوم 7 أكتوبر إحنا تكلمنا مع أول ثلاث دول الأردن والسعودية وباريس فرنسا ثم تلاقي أننا تكلمنا مع الطاليان ثم الأمريكان ثم مع العراقيين ثم مع الإماراتيين والقطريين وخلافه فبدأنا أننا نوسع شبكة الجهود الدبلوماسية من يوم 8 أكتوبر لحد 10 أكتوبر يجي بعد منها المستوى الإنساني يوم 8 أكتوبر فورا الرئيس أطلق من غرفة الأزمات أن حالة الطوارئ يتم الإعلان عنها داخل مستشفيات شمال سيناء وأن تبقى فيها عربية إسعاف وأن معبر رفح يتم ضمان فتحه 24 ساعة ثم بعد كده فيه مستوى سيادي ليعلاقة باجتماعات مجلس الأمن القوم المصري مستوى تنموي واجتماعي اللي هو حياة كريمة انضمام لأول مرة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي دي كانت نقطة رائعة جدا وفارقة يعني تكشف قد إيه أن أهمية تدخل الدولة في تنظيم المجتمعات وتنظيم الأمور آخر مستوى أو القبل الأخير كان الاستفاف الشعبي 21 أكتوبر كان يوم فارق جدا أنا بعتبر أن ده اليوم اللي نتضامن فيه مع الشعب الفلسطيني حرفيا 21 أكتوبر 20-23 كان يوم 20 و21 قمة القارة للسلام كانت يوم 21 يليه في الآخر الاستفاف العسكري أنه الأول مرة يبقى فيه تفتيش حرب ملاصق لما يحدث في غزة وكانها رسالة موجهة تيجي فورا بعد الاستفاف الشعبي الشعب الأول بعد كده الجيش الاستفافين دول الشعبي والعسكري كان الهدف منه هو تقديم مفهوم جديد لسياسة الردع المصرية أن سياسة الردع لا تقوم فقط على الجيش وإنما على التماسك المجتمعي كان السيد الرئيس في كل مناسبة يعمل كده بقبضة إيده أنه أنت طالما كده خلاص الأمور الأمور تمام فالتماسك المجتمعي يليه التماسك العسكري طبعا منقطع النظير الحمد لله طيب خليني سؤالي برضو الأخير والمهم يعني زي ما حضرتك يعني ذكرت بالتفاصيل دور مصر كان كبير لكن كمان مصر كان أمامها تحديات كثيرة يعني تحديات في الفكر يعني نحن مع القضايا الفلسطينية نحن نحاول أيضا لأن مصر دولة محورية دولة أمنها القومي أيضا يشارك الحدود مع قطاع غزة والأهمية هي فكرة إعادة الملف على طاولة المفاوضات أن يكون في دولتين مصر رفضت مسألة التهجير القصري مصر أكدت على أنه ما يبقاش فيه تصفية للقضايا الفلسطينية وكان أمامها الرأي الآخر الغربي والأمريكي متعاطف وداعم لإسرائيل طول الوقت قمة السلام زي ما حضرتك قلت حتى كلمة السيد الرئيس أيضا في قمة الرياض وفي كل الثنائيات والقمم التي جاءت إلى مصر كيف رأيت دور مصر في تغيير فكر الدول اللي كانت يعني متجمدة على بعض الأراء الإسرائيلية أربع أمور يعني فيه أربع أمور هي اللي خلقت التماسك التماسك الرواية المصرية أمام الخارج بشكل عام بقى سواء كان مؤيد أو غير مؤيد يعني للفلسطينيين واحد أنه كان فيه لأول مرة دوق نموذج جديد للدبلوماسية اسمه دبلوماسية الميدان أنه نستضيف الممثل المسؤول فيه رفح أمام معبر رفح أو في العليش على القلب أمام قواف المساعدات كان بداية من أنطونيو جوتيريش ثم رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسلا فالدبلوماسية دي غيرت من مواقفهم أنطونيو جوتيريش وأورسلا في تأدير المتعدة لم يكن لهم أن يتبنوا هذا الموقف المماهي مع مصر لولا أنهما كانوا حاضرين في رفح صحيح كانوا شايفين الميدان بيحصل فيه المعبر مفتوح شايفين المساعدات وهي مصطفقة بالكيلومترات بالضبط كده قد إيه المصريين مصطفين علشان يساعدوا للشعب الفلسطيني فبدأت موقفهم تتغير فعلا الأمر الثاني بعد دبلوماسية الميدان تماسك الرواية المصرية المفصلة والواعية والشاملة مصر مش عايز أزايد على أي دور حد يعني بس أنا منحزل جنسيتي أنه دور أقول أن الرواية المصرية هي الرواية المفصلة والشاملة أن هي قادرة تقدم رؤية كاملة لكيفية حل الدولتين من أول خلق الكوادر الفلسطينية التي تمسك دولاب العمل الحكومي في دولة فلسطين المستقبلية لحد تشكيل الوعي السياسي للفلسطينيين رفض كل الخطط الإسرائيلية الخبيثة لإبادة الشعب الفلسطيني تجميع الفصائل على كلمة واحدة ممتاز العمل السيادي الذي قامت به جاذب وخبرات العامة المصرية أنه إزاي تجمع الفصائل الفلسطينية على كلمة سواء تقديم المضبطة لكيفية إدارة مرحلة انتقالية إحنا مرنا بمرحلة انتقالية من 2014 طيب كان فيها حوار وطني قدمناها للفلسطينيين كان فيها تأسيس المؤسسات أو بناء الدولة الوطنية المؤسسية قدمناها للفلسطينيين لحكومة اشتيا فاللي أنا عايز أقوله رقم ثلاثة طبعاً ليه علاقة بأنه فيه دبلوماسية القمم أنه نستغيث الممثلين الرئيس بنفسه اللي بيقعد معاهم جهاز المخابرات بيقعد معاهم وزارة الخارجية طبعاً فلما وبنبدأ أن احنا نروج هذه الرواية مع الموقف العربي علشان هذا الممثل لما يسيب مصر ويروح يزور الرياض أو أبوظبي أو الدوحة يلاقي نفس الكلام صحيح يلاقي العرب على كلمة سواء وراء الرواية المصرية كان أهم بندف تأذيري أو مش من أحد أهم البنود يعني قمة الرياض أن العرب وقفين وراء أي جهود مصر هتقدم اللي مصر هتقول عليه إحنا موفقين عليه هذه الأمور كلها غيرت أو قدمت صلابة أمام الموقف الغربي الموقف الغربي بدأ يتراجع خصوصاً لما لقى مواقف شعوبه كمان متمهية مع القضايا الفلسطينية فلاقوا نفسهم أنهم أمام مشهد مضلل محتاجين أنهم يعيدوا النظر فيه ممكن البناء عليه لكن لا التعويل عليه التعويل هيبقى على الشعب العربي فقط أكيد أنا بتفق مع حضرتك جداً في كل ما ذكرت وأتصور بأن الثبات والوضوح والرؤية الجيدة اللي رسمتها مصر وساعدت أيضاً في وجودها مع الدول العربية أنه تبقى الكلمة وحدة ووجهة النظر وحدة وأعتقد هو ما وصل إلى العالم الغربي كله بأنه لا يوجد كلمتين هي كلمة وحدة فلسطين دولة حرة وعادة المسألة إلى دولتين ولا يوجد تهجير للفلسطينيين بشكرك شكراً جزيلاً نورتنا في بيت للكل الأستاذ شادي محسن أهلاً مع حضرتك شاهدين وصلنا مع حضرتكم لختام بيت للكل نحن نتحدث اليوم من القاهرة ونتحدث عن التضامن مع أهلنا في فلسطين نتحدث عن يوم التضامن المفروض أنه 29 نوفمبر كنا نحلم أن يكون يوم التضامن فيه خير لهذه الدولة وخير أن تكون لها أيضاً حريتها وأن يكون لها قرارها خلينا نحلم ونظل نؤكد بأننا دائماً وأبداً مع أهلنا في قطاع غزة ودائماً مع فلسطين أن تكون حرة أبية في موطنها وفي دولتها كان هذا هو بيت للكل لهذا الأسبوع دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر